برضو هما نفس العلماء اللي قالوا ان التطوروا 4 مليار سنة هما برضو اللي قالوا ان دي بتاعنا معقد جداً لدرجة ان لو جزء صغير جداً ما توفقش مع الشفرة الجينية كلها كلها بتنهار وعشان ده يحصل يعني عشان تحصل طفرة واحدة محتاجين مليارات السنين يا أستاذ الفاضل يا أستاذ الفاضل أنا كلامي واضح جداً الكلام اللي انت بتقوله ده ما بيقولهش على ما التطور اللي انت بتقوله ده بيقوله الناس اللي بتحاول تنقض التطور علماء التطور بيقوله ايه طب بيقوله يعني ما بيقولهش اللي انت بتقوله ده ما بيقولهش اللي انت بتقوله اللي انت جايبه من هيسة ام طلعت ولا جايبه من المنتديات الاسلامية وما عرفش جايبه منين اهو تعال انا واحد من علماء التطور معنا ولحسن الحظ دكتور مصطفى سمك اهلا بيك لحسن الحظ موجود معنا دكتور مصطفى فضل يا دكتور مصطفى علشان ايه انا مش متخصص فضل أهلا يا أحمد أهلا زيك يا أحمد طبعا هو أنا سمعت كلام واضح يعني والأخ نهو مش متخصص في البلاد لا خارج متخصص لا ولا ولا عالم متخصص في المجال ده اتفضل يا دكتور شوف يا أستاذ أنا مش عارف اسم حضرتك يعني أستاذ سيد أستاذ سيد أهل من سهل المحضر أنا متخصص يا أستاذ سيد أنا معي دكتورة طب الجزائي من جامعة جوتينجن بألمانيا وأنا حاليا شغال في الجامعة دي وشغال في البحث العلمي أو داخل بقالي يعني ايه معدي الـ 12-13 سنة أنا بشتغل مع الـ DNA يوميا وبشتغل مع التقنيات البيومعلوماتية اللي بنحلل بها التابعات الـ DNA والتعبير الجيني بشتغل في مركز أبحاث اسمه مركز الألماني لأبحاث الرئيسيات وشوف أنا هقول لك حاجة من دراستي هنا في ألمانيا والماجستير والدكتورة والمؤتمرات العلمية اللي بروحها والأوراق اللي أنا نشرتها وكل حاجة ممكن تتخيلها ليها علاقة بالعلم وبالبيولوجي لا يمكن فهمها إلا في إطار نظرية التطور اللي حضرتك قلته فيما يخص إن محتاجين مليارات السنية عشان تحصل طفرة واحدة كدهان ده غير صحيح يعني أبعد ما يكون عن الصحة في كل مرة بتحصل فيها انقسام خلوي بيحصل فيه تفارات جديدة في كل مرة فيه كائن بيورى الصفاته عن طريق إنه هو بيعمل حيوانات منوية أو بويضات بتحصل تفارات جديدة في كل جيل جديد فيه تفارات جديدة تمام؟ فكرة إنه دي إن إيه معقد ما إحنا بندرسه يعني إيه معقد إيه معقد دي بالنسبة لك يعني معقد ما ينفعش يتكون طبيعيا لا ينفع يتكون طبيعيا ما ينفعش يتنسخ طبيعيا لا بيتنسخ طبيعيا ده في التست التيوب الصغيرة دي اللي إحنا عندنا في المعمل اللي تعمل في تحليل الPCR وهذا الكلام دي إن إيه بيتنسخ فيها ما بيش مشكلة إحنا ما نقدرش نفهم البيولوجي إلا في قطاع نظرات التطاو فبس علشان يعني إيه بعض المعلومات اللي حالك مررتها أنا بس أقولك عشان يعني تضيفها للمعلوماتك لا يا فندم كل كائن بيتزاوج كل كائن حي من البكتيريا للحوت الأزرق للشجرة البلوط اللي تحبه في كل مرة بيحصل عملية تزاوج لازم بتحصل طفرات جديدة فالجيل الجديد ده على طول يحمل طفرات جديدة في الـ DNA اللي هو وارثه من أبوه أمه هو وارث من أبوه أمه التتابعات الـ DNA زي ما هي وعليها طفرات جديدة وكل كائن فيه معدل طفرات وإحنا عارفين المعدل ده في الإنسان هو إيه وواحد لأتنين ونص لكل مئة مليون زوج من القواعد الناتروجينية يعني إيه؟ يعني فيه جنوم الإنسان اللي هو طوله 3 مليار زوج من القواعد الناتروجينية في كل مرة بيحصل فيها تزاوج وفي كل مرة بيحصل فيها إنتاج للجميتات بيحصل عندنا على الأقل من 30 لـ 75 طفرات جديدة بس الحيوانات المنوية أو البويضات تمام يا فندم؟ شكرا طيب سؤال معلش الإنسان بشكله الواعي اتواجد إزاي؟ طيب الإنسان بشكله الواعي يعني إيه تقصو حيك بالشكله الواعي؟ الواعي إنه الواعي إنه إنه إنسان ويقدر يحلم ويقدر يبتكر ويقدر يفكر إنه فيه أمر ونجوم ويسأل ما فوقنا والكلام دي الكائنات الأخرى برضو عندها وعي بمعنى إنه بتقدر تحس بالبيئة اللي حواليها وتستجب المؤثرات الصوتية والبصرية وبجميع الحواس وتقدر وتحلم برضو الكائنات الأخرى دي وهناك كائنات تستطيع أيضاً أن تحسد وبتشوف هناك كائنات عندها وعي بأمور مش عند حضرتك يعني ممكن الحاجة تتخيل وتفكر في حاجات بتفكير مجرد ومش عارف إيه وتعمل عملات حسابية ده شيء جميل جداً هناك كائنات أخرى تستطيع مثلاً أنها طرح في الضلمة إنتحك كنت أشوف أين حاجة في الضلمة هناك كائنات تستطيع نتستجيب للمجالة المغلوناتيسة للأرض حضرتك لا تستطيع يعني تعبال كده هناك كائنات عفناً تعلم مع وجودة المغلون هناك كائنات تحس تسمى عندها أفضل من حضرتك تحس ترؤية عندها أفضل من حضرتك تحس تشم عندها أضعاف أضعاف عند حضرتك فالوعي كاستجابة للمؤثرات الخارجية موجودة عندك وعند الحيوانات لو هتتكلم على الإنسان الإنسان هو كائم من الرئيسيات لما إحنا بنصنف الإنسان زي ما بنصنف كل الكائمات الحقيقة الإنسان هو نوع الموجودة هم نتكلم أنا وإنت إحنا أنا وإنت نوع واحد وأحمد نفس النوع فيش غير وقت غير نوع واحد بس إن الإنسان هو نوع سيبيانز هذا النوع نوع يعني سبيشيز سيبيانز ينتمي لجنس جنس الهومو فإحنا اسم العلمي بتاعنا هومو سيبيانز هناك كانت أنواع أخرى في هذا النوع ولكنها انقرضت زي الهومو نياندر تالينسز زي الهومو دينيسوفانز زي الهومو فلوريزينسز زي الهومو إريكتوس وغيرها أنواع أخرى انقرضت تمام طيب جنس الهومو ده إيه جنس الهومو ده يا فاندم هو أحد أنواع أو أحد أجناس أنا أسف أحد أجناس القرضة العليا الجريت إيبس ففي عندنا حاجة اسمها الجريت إيبس وعندنا حاجة اسمها الليسر إيبس وكل دول اسمهم إيبس والإيبس هو فرع من قردة العالم القديم Old World Monkeys وقردة العالم القديم وقردة العالم الحديث ومعاهم الليمورات وغيرها كل دول كده هو تحت مظلة الرئيسيات أنا عارف كده ليه لأن أنا شغال في المركز الألماني لأبحاث الرئيسيات رئيس المركز والأصغر طالب دكتوراه والأصغر طالب ماجستير يعرف هذا الكلام إن إحنا رئيسيات إن إحنا رود مش إحنا أقول لك أصلنا إرد لا الإنسان قرد مش أصله إرد هو إرد وهو برايميت وهو بعد ما يكون إرد هو من الأيبس وهو من الأيبس وهو من الجريت إيبس القردة العليا وفي داخل القردة العليا هو من جنس الهومو طبعاً وقبل ما يكون إرد وقبل ما يكون برايميت هو من الثديات وهو بيالد ويرضع صغار طيب وهو من الثديات هو كمان من ما يسمى بذوات السلة ومن ذوات السلة هو من رباعيات الأطراف مرباعيات الأطراف هو كذلك من الفقاريات وبأنه من الفقاريات هو كذلك من ثنائيات التناظر عنده جسم متأسمي من وشمال وفي ثنائيات التناظر هو في عبيدات الخلايا وفي مملكة الحيوان وفي حقيقيات النواة فكل دي تصنيفات الإنسان داخل الحياة تمام يا فندم؟ حضرك سمعيني؟ سامعت تمام إحنا الهوموسيبينز ذا اللي هو بقينا حنا دلوقتي أنا وإنت وزحمة وكل الناس تمام؟ وإحنا منحضرين من قردة حسب كلامك صح؟ لا إحنا قردة يعني إحنا أيوة طيب ليه لسه في إرودل حدث دلوقتي؟ لو المفروض وفقا لكلامك ليه لسه في إرود ما عندهمش الوعي لعند البناء آدم يعني مثلا إنت قلت إن فيه بعض الحيوانات عندها حواس تفوقهم زي مثلا النسر قدر يزوم على حاجة بعينه عنده نظر قوي فيه كأنك بتشوف الضلمة زي البوم والكلام ده فيه الوطواط أو الخفاش دلوقتي خليه جاوبك يا أستاذ سيد خليه جاوبك دلوقتي السؤال واضح سؤالك واضح خليه جاوبك جميل جدا هو دايما السؤال ده بيجي طب هو إحنا لو إحنا أصلنا قرود ليه لسه في قرود أنا بيقولك إن إحنا مش بس أصلنا قرود لا إحنا قرود ما زلنا قرود بس إنت بتسأل ليه بقيت القرود ما بقيتش زينا هو السؤال وليه تبقى زينا ليه ما عندهاش وعي زينا وليه تبقى عندها وعي زينا هي الفكرة يا أستاذي في البيولوجي في الأحياء المهم في الحياة هي التكافر وتوريس الصفات فالكائنات ديت سواء عندها وعي زي وعي حضرتك بالضبط أو يختلف عنه شوية أو ما عندهاش يعني وعي متفوق زي ما حضرتك شايف مش مهمة بالنسبة لها لأن المهم هو البقاء قدرة حضرتك على التخيل واللغة والتواصل الاجتماعي والتعاطف اللي كان بيتكلم عليه أحمد من شوية وحل المشكلات وكل هذه الأمور هي أمور خاصة بنوع حضرتك وبجنس الهومو لأن هي دي اللي مكنته من البقاء في كائنات تانية مش محتاجة أنها تستثمر طاقة وحجم مخ وقشرة مخية فيها خلايا عصبية أكتر بكتير تستهلك طاقة ضخمة جداً علشان تعمل نفس الحاجات ديت لأنها قريدي تستطيع البقاء بأليات أخرى وتستطيع التزاوج وتستطيع تمر صفاتها بأليات أخرى ولذلك تخبط طبعاً وهي موجودة فإنت سؤالك ينبع من اعتقاد حضرتك أو انحياس حضرتك لنوعك إنك متخيل إنك أعلى وإنك سوبرير وإنك أفضل من باقي الكائنات ديت وليه هما ما تطوروش وبقولوش زينا كأنك متخيل إن التطور ده هو الاقتراب من الإنسانية أو التحسن أو المشي على اثنين أو الكلام زي الإنسان ده ده مش التطور التطور مش معناه إمبروفمنت من وجهة نظر حضرتك ولا معناه اقتراب من الإنسانية التطور هو التغير التغير في الصفات المورثة في الكائنات الحية عبر الأجيال المتعاكبة فما فيش سبب لهذه الكائنات إن هي تبقى عندها نفس مخل الإنسان الضخم دوت ولا تتفكر زيه ولا تبقى زيه لإن هي عندها وسائل أخرى للبقاء والتكاثر زي ما أنت حالك شايفة هم هما على نفس مستوى التطور بتاع حضرتك لإن هما موجودين دلوقتي وإنت كذلك موجود هما نتاج رحلة أربعة مليار سنة تقريباً من الحياة وحضرتك نفس النتاج وإنتوا الاتنين موجودين دلوقتي وعايشين وبتتكاثروا وموجودين تمام يعني أفهم الكلام حضرتك إن الهوموسيبيانز بوضعهم الحالي وليكن كمان ألف أو ألفين سنة ممكن يتطوروا من الهوموسيبيانز لشيء تاني بعدين بما إن رحلة التطور أصلاً آه ممكن يتغيروا طبعاً هو الهوموسيبيانز اللي موجودين دلوقتي هل ما تغيروش عن بدايات حفيل الهوموسيبيانز اللي شفناها من تلتمائة ألف سنة لا تغيروا طبعاً تغيروا يعني شكل الجمجم بدأ يحصل في تغيرات طريقة حياتهم نفسها تغيرت حقيقة حاجات تغيرت بس ما مش تغير في اللي خلينا نقول إنه خرج نوع جديد من الهوموسيبيانز لأ هو طبعاً بيتطور وكمان مش شرط ألف ألفين ألف ألفين دي ولا حاجة ألف ألفين دي بالنسبة لك إنت زمن ضخم جداً عشر تلاف سنة بتقول حضارة المصرية ده بالنسبة لك حاجة ضخمة جداً لنما عايزة أقول لك بالنسبة للنوع بتاعنا إحنا نعرفه من حوالي تلتمائة ألف سنة فيعني الأعمار اللي هي بتاعتك إنت ببصّلها دي ستين سبعين ثمانين سنة مئة سنة ألف سنة دي أعمار قصيرة جداً جداً بالنسبة لرحلة التطور أو بالنسبة للأرض الأرض عمرها 24 و 6 من 10 مليار سنة الحياة تقريباً من 38 من 10 إلى 4 مليار سنة يعني شوف جنس الهومو بتاعنا ده بدأ من حوالي 2 مليون سنة بدايات جنس الهومو من حوالي 2 إلى 2.5 مليون سنة مع الهوموهابلس 2.5 مليون سنة عارفة مليون ده ألف ألف فاهمني؟ فيعني الأرقام اللي أنت بتقولها لديت هي بالنسبة لك كبيرة بس بالنسبة للأرض ورحة الحياة صغيرة جدا طيب تمام ليه الأنواع التانية ما تطورتش مثلا أو ليها أصار لحد دلوقتي زي النياندرتال مثلا أو الأنواع التانية اللي أنت حضرتك زفرتها يا زي ما تطورتش أنا بقول لك كل الأنواع تطورت النياندرتال انقرض يعني ايه المشكلة فيه أنواع انقرضت ليه انقرضت يعني أنا بس أنت سؤال انقرضت ده بيبقى ليه لأسباب كتيرة يعني مثلا فيه كائنات كتير انقرضت مثلا لتغير مفاجئ في الظروف الطبيعية وظروف البيئية اللي كانت عايشة فيها ما قدرتش نتكيف معها فيه كائنات انقرضت نتيجة غزو كائنات أخرى على الإيكولوجيكال نيش أو الوسط البيئي الإيكولوجي اللي هم عايشين فيه فما قدرتش يكمله فيه كائنات انقرضت بسبب الافتراس فيه كائنات انقرضت بسبب أمراض مثلا بسبب وباء جديد ظهر قضى عليهم قبل ما يقدروا انهم جهاز المناع بتاعهم يقدر ان هو يتعامل معا الديناسورات الغير طائرة مثلا اللي هي النون ايفين ديناسورز انقرضت نتيجة تغير مفاجئ في البيئة نتيجة استضام نيزك بالأرض وده أدى طبعا يعني لأنه حصل أن أشعة الشمس تم حاجبها بفترة طويلة وأن حصلت كعدة كبير من الغابات وحاجات دي كلها نتيجة التغير الفضيع اللي حصل في الأرض نتيجة هذا الاستضام بتاع المزنب اللي هو نيزك أنا أسف اللي هو تقريبا يقدر بمئات القنابل النووية يعني بحاجة من الضمر اللي عمله فيعني أمور كتير انقرضت كانت كتير انقرضت نتيجة هذه التغيرات الطبيعية يعني لأن الأرض على طول في حالة تغير مستمر للبيئة بتاعتها يعني الأرض بتاعتنا دي عمرها ما كانت كده على طول لا مرت بي مراحل طويلة جدا خلال البرع وستة من عشرة مليار سنة دول مرت الأرض بي اختلافات كبيرة فيه حصل دهور وداخل الدهور ديت عصور وأحقاب حصل فيها تغيرات مناخية وجيولوجية ضخمة جدا جدا تمام عموما يعني يا ريت ترجعوا لموضوع الحلقة عشان عارف ان أحمد فاتح الحلقة ديت عشان يتكلم في المواضيع انا مصدقت لقيتك انا مصدقت لقيتك برع كنا مترام في التطور برضو انا دخلت سمعتم اه دايما هي الفكرة يا أحمد ان الأخوة يعني المعتردين او دايما يعني الأخوة المؤمنين خصوصا في بلادنا دايما يدخل ايه سألك ومان احنا جينا ازاي ومان اللي مش عارف تكون عامل ايه الحاجات دي بيوجاب عنها في حصة العلوم يعني الحاجات دي الطلبة هنا في حصة العلوم بغض نظر بقى مؤمنين مش مؤمنين بيتعلموها الأرض جات ازاي بنوعد نتكلم بقى في المواضيع دي وندي الأدلة الأحياء دي جات طورت ازاي فالطلب بتخرج هنا من المدرسة من السنوية العامة ولا في ألمانيا هنا انا عايش هنا في ألمانيا بيعمل قبيتوها مثلا وبيخش الجامعة يعني بيبقى عارف بيبقى عارف يعني ايه التطور بيبقى عارف النجوم اتكونت ازاي الكواكب اتكونت ازاي وخلاص فيعني لأسف بقى احنا مواضية دي عندنا لأسف لأن احنا الإجابة اللي احنا خدناها في بلادنا ما كانتش الإجابة الصح فاحنا كبرناه وتخيلنا نهاية دي الإجابة الصح وبعدين لما ييجي حد يبقى ييجي يتكلم على موضوع العلاقة بي الإجابة اللي احنا خدناها اللي هي بقى الله عملها مش عارف كيفة نقول له لا ازاي مين خلقنا يا ملحد ما اين موضوع بلوش علاقة بل الحاد ده علم العلم بالعلوم الطبيعية بتنطلق من ان الحقائق الموضوعية اللي احنا بنشوفها دي سواء كانت بقى التنوع الحيوي سواء كانت عقب الفصول التغير المناخ ايا كان ده بيحدث ليه آليات طبيعية ودي الآليات الطبيعية يمكن للإنسان التعرف عليها وإن لها يعني temporal with facial uniformity يعني هي قواعد الفيزياء اللي انت تقدر تدرسها هنا هي اللي موجودة في المريخ بس في الفيزياء فقال فكرة انت تدرس الامور دي بشكل طبيعي الدينة تكون ازاي بشكل طبيعي الحياة تكونت ازاي بشكل طبيعي جبال الهمالية تكونت ازاي بشكل طبيعي كل دي تكونت بشكل طبيعي لان يعني هو ما فيش غير كده في العلم فيش غير كده في العلم ما عندناش أدل على ما هو رائيات تدخلت في الطبيعة مثلا فسببت المطر او سببت مثلا ان اشتركوا في القناة